بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وآتاه السبع المثاني والقرآن العظيم صراطا واضحا ومنهجا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعثه الله نورا هادية وجعل له بالقرآن العظيم من كل مشكل مخرجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة تملأ الأرض والسماء صلاة لا انتهاء لها ولا انقضاء صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين وارضى اللهم عن آله الكرام وصحابته الأعلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة الكرام لقاء جديد يجمعنا حول كتاب الله تبارك وتعالى من خلال مادة علوم القرآن ومن خلال كتاب علوم القرآن الكريم لشيخنا وأستاذنا الأستاذ الدكتور نور الدين عطر واليوم موعدنا مع درس جديد وموضوع جديد يدور حول أول ما نزل من القرآن الكريم وآخر ما نزل من القرآن الكريم لقد اهتم علماء الإسلام بهذا الموضوع اهتماما كبيرا لأنه يتعلق بالقرآن الكريم وكل ما يتعلق بالقرآن كان موضع اهتمام من علماء الأمة ذلك لأن القرآن هو أساس الدين وهو كتاب التشريع الأول وهو الهداية وهو النور الذي ينبغي على كل مسلم أن يسير في رحابه وموضوع أول ما نزل وآخر ما نزل له فوائد قد يسأل سائل ويقول ما الفائدة التي تعود علي من معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل من القرآن الكريم كما قلت لكم سابقا هذا مظهر من مظاهر العناية التي أولاها المسلمون لكتاب الله عز وجل حتى وصل الأمر إلى معرفة آيات القرآن متى نزلت وأين نزلت وهذا يجعل الإنسان في غاية السقة والطمأنينة لهذا الكتاب الكريم الأمر الثاني أو الفائدة الثانية التي تعود على الدارس لموضوع أول ما نزل وآخر ما نزل معرفة تاريخ التشريع ومعرفة تدرّج القرآن الكريم في علاج النفس البشرية والرقي بها إلى درجات الكمال معرفة تاريخ التشريع خذ مثالا على ذلك عندنا في القرآن الكريم آيتان تتحدثان عن عدة المتوفى عنها زوجها عدة تتكلم عن أن العدة المرأة التي توفي عنها زوجها سنة أو حول قمر وآية أخرى تقول أو يفهم منها عد أربعة أشهر وعشرة لو لم نعلم متى نزلت الآية الأولى ومتى نزلت الآية الثانية أو أي الآيتين نزلت قبل الأخرى لاختلط الأمر على المفتي فأفتى بما لا يكون صوابه فقد يقول أن عدة المتوفى عنها زوجها عام مثلا أو غير ذلك ولكن الصواب يأتي عندما يعلم ذلك المفتي أو ذلك الرجل الذي يتكلم في هذه المسألة أن الآية الأولى نزلت أن الآية أول آية نزلت في الموضوع كذا وأن الآية الأخيرة كذا فيفتي بما هو الصواب ومن هنا يقول العلماء إن من فوائد معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل تمييز الناسخ من المنسوخ وهذا شيء مهم أول ما نزل من القرآن الكريم هناك أقوال في هذه القضية أو هذه المسألة ولكن المشهور وهو الصحيح والصواب أن أول ما نزل من القرآن الكريم هو صدر صورة العلق قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم خمس آيات من أول صورة العلق وعندنا حديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنس فيها الليالي زوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فتزوده لمثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فيه فقال اقرأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ قوله تعانى ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره هذا الحديث متفق عليه أخرجه الإمام البخاري وأخرجه الإمام مسلم يعني رواية في غاية العلو من الصحة الراوية هي السيدة عائشة وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم وهو يبين لنا أن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن صدر صورة العلق الخمس آيات من أول صورة العلق هناك من يرى أن أول ما نزل من القرآن قول الله تبارك وتعالى يا أيها المدسر الصورة بأكملها وعندنا حديث أخرجه أيضا الإمام البخاري والإمام مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت جابر رضي الله عن جابر بن عبد الله قلت أي القرآن أنزل قبل سؤال يسأل سيدنا أبو سلمة لسيدنا جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل قال يا أيها المدسر قلت أو اقرأ باسم ربك يعني سيدنا أبو سلمة يراجع ما قاله سيدنا جابر عندما أجابه جابر بأن أول ما نزل صورة المدسر فقال أبو سلمة أبو اقرأ باسم ربك الذي خلق قال سيدنا جابر أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سيدنا جابر سيروي حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزل فاستبطنت الوادي يعني سرت في بطن الوادي فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وشمالي ثم نظرت إلى السماء فإذا هو لفظ ونص ما قاله رسول الله فإذا هو يعني جبريل فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدسروني فأنزل الله تعالى يا أيها المدسر قم فأنزر إلى آخر الصورة هذا الحديث الشريف أخرجه كما سمعتم الإمام البخاري والإمام مسلم فهو حديث في نفس درجة حديث السيدة عائشة رضي الله عنها ولا تعارض بين الحديثين لأن سيدنا جابر رضي الله عنه عندما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات قال سيدنا جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي وهذه الرواية موجودة أيضا في البخاري وفي مسلم إذن رواية الإمام سيدنا جابر بن عبد الله تتحدث عن مرحلة تالية لما كانت السيدة عائشة تتحدث عنه جابر يتحدث عن القرآن الكريم وهو ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الرواية يتحدث فيها عن ما نزل من القرآن بعد فترة الوحي أي الفترة الزمنية التي فترة أي بمعنى لم ينزل فيها شيء من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل نزل في البداية بصدر صورة العلق ثم بعد ذلك فتر فلم يعد ينزل بشيء جديد من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن حدث ما سمعه جابر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاور بحراء فلما قضى جواره نزل فاستبطن الوادي فنظر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله ثم نظر إلى السماء فإذا هو يعني جبريل حتى كلمة فإذا هو تفيد وتشعر بهذا المعنى أي هذا الذي رآه رسول الله قبل ذلك في المرة الأولى عندما نزل بصدر صورة العلق وفي البخاري ومسلم أيضا رواية تؤكد هذا من نفس الحديث رواية سيدنا جابر بن عبد الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فقوله صلى الله عليه وسلم فإذا الملك الذي جاءني بحراء يفيد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رأى هذا الملك قبل مرة قبل ذلك يعني في المرة الأولى التي نزل بها بصورة أو فيها بصدر صورة العلق ولذلك قال بعض السلف وهي عبارة جيدة مفيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدسر يعني جاءته النبوة عندما نزل بجبريل بصدر صورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وأرسل بصدر وأرسل بصورة المدسر عندما نزلت عليه بعد فترة الوحي وفيها قوله تعالى يا أيها المدسر قم فأنذر هذان القولان هما أشهر ما قيل في أول ما نزل من القرآن الكريم ومن خلال ما سمعناه وما قرأناه يتبين أن القول الأول وهو أن أول ما نزل صدر صورة العلق هو أولى بالقبول وهو المختار عند جمهور العلماء هناك أقوال أخرى ضعيفة لا نذكرها حتى يعني لا نشتت الفكرة يكفي أن نعلم أن هناك رأيان أو أن هناك رأي يقول بصدر صورة العلق وهناك رأي يقول بصورة المدسر وقد علمنا ما فيهما نأتي إلى النقطة الثانية في الدرس وهو آخر ما نزل من القرآن الكريم وهناك أقوال كثيرة في آخر ما نزل من القرآن الكريم نعرض لأهمها من هذه الأقوال أن آخر ما نزل من القرآن الكريم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى إن كنتم مؤمنين والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رضي الله عنه عن سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه هما يعني الإمام البخاري أخرج هذا الرأي عن ابن عباس رضي الله عن البخاري ورضي الله عن ابن عباس الرأي الثاني أن قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ورد أيضا عن عبد الله بن عباس أن هذا آخر شيء نزل من القرآن الكريم الرأي الثالث أنها آية الدين أن آخر ما نزل من القرآن آية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه أخرج الإمام الطبر عن سعيد بن المسيب بلغه أن أحدث القرآن عهدا بالعرش آية الدين ولو تأمننا في ترتيب هذه الأقوال السلاسة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا هذه الآية رقم 278 في صورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الآية رقم 281 من صورة البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآية رقم 282 من صورة البقرة الإمام السيوطي رضي الله عنه رجح أن هذه الآيات نزلت دفعة واحدة يعني ليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يا أيها الذين آمنوا إن إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه يقول الإمام السيوطي رضي الله عنه يرجح أنها نزلت دفعة أو دفعة واحدة وبذلك يصح أن يقال عن كل آية منها أنها آخر ما نزل من القرآن ممكن تقول آية الدين ممكن تقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ممكن تقول آية الربا ممكن على كل آية من هذه الآيات الثلاث ممكن تقول عليها أن هي آخر ما نزل من القرآن لأن هذه الآيات الثلاث نزلت دفعة واحدة القول الراجح في المسألة أن آخر ما نزل من القرآن الكريم قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون والذين رجحوا ذلك وهذا هو غمهور العلماء أسسوا ترجيحهم على براهين أول حاجة أن دي رأي أكثر العلماء ثاني حاجة أن الآية فيها معنى التذكير بالموت ودنوب الأجل والتحذير من الرجوع من يوم الرجوع إلى الله التحذير من يوم العودة إلى الله تبارك وتعالى ترجعون فيه إلى الله وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي بعدها بأيام قليلة لم ينزل فيها قرآن والإمام القرطبي رضي الله عنه وهو من هو يقول عن هذا الرأي أن أن هذا الرأي هو أعرف وأكثر وأصح وأشهر الذي يقول أن آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هي آخر ما نزل من القرآن الكريم بهذا ينتهي هذا الدرس الذي تكلمنا فيه عن أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن الكريم هذا أيها المشاهدون الكرام يعرف بالأولية المطلقة يعني أول شيء ما نزل أول آيات نزلت من القرآن على الإطلاق وآخر ما نزل من القرآن على الإطلاق ولكن هناك أوليات مخصوصة بمعنى أن العلماء تطرقوا إلى أوليات مرتبطة بموضوعات أول ما نزل في موضوع ما وآخر ما نزل في موضوع ما أول ما نزل في الربا وآخر ما نزل في الربا أول ما نزل في شأن الخمر وآخر ما نزل في شأن الخمر أول ما نزل بالمدينة وآخر ما نزل بالمدينة أول ما نزل في مسألة الحرب أول ما نزل في مسائل البيع والشراء أول ما نزل في كذا فهذه أوليات مخصوصة وقد فصل العلماء في كتبهم في علوم القرآن وذكروا هذه الأوليات وكما قلت في بداية الدرس أن هذا يبين لنا مدى اهتمام علماء الأمة بهذا الباب أول ما نزل وآخر ما نزل نسأل الله تعالى أن يوفقنا لفهم كتابه وأن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا من الصالحين وأن ينفعنا بالقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته